سلام الله عليكم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد وعمل جديد من قناة حياتك الآن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع جديد وموضوع مهم وهو تقليم أشجار الليمون أو الحمضيات بصفة عامة وعن أهمية تقليم أشجار الليمون وأيضا موعد وتوقيت تقليم هذه الأشجار الحمضيات سواء البرتقال أو الليمون سواء أشجار كبيرة أو صغيرة فبالنسبة لوقت التقليم يبدأ من أواخر شهر 12 إلى أواخر شهر 3 يعني من الشهر الميلادي والأفضل أن يكون في شهر 2 يعني فبراير إضافة إلى أهمية تقليم هذه الأشجار في هذا الوقت بالذات لأنها تنمو وتزهر لذا ضروري تقليم وقطع أخصان الضعيفة واليابسة وكذلك الأخصان القوية من أجل تهوية الشجرة من الوسط وتهوية الشجرة بصفة عامة ودخول الشعة الشمس إلى جميع أخصان هذه الشجرة مما يزيد من إنتاج هذه الشجرة سواء شجرة الليمون أو البرتقال أو الحمضيات بصفة عامة وبشكل أفضل مع الضروري من إزالة الأخصان السفلة حتى نساعد الشجرة من جمع قوتها اللازمة مع مراعاة الأخصان الضعيفة وغير الضرورية والتي لا فائدة منها والتي تعيق من نمو الشجرة الليمون ثم التقليم ضروري منه لأنه يعتبر منبع حياة جديدة لكل أشجار الليمون وإلى فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله